اشتركوا في القناة شباب العالم والمرة دي الفيديو عن مسابقة ملكة جمال الكون اللي بيعملوها في شرم الشيخ مدينة السلام مع منتدى شباب العالم اللي اصبح ظاهرة رائعة كل سنة بتجمع الاف الشباب من جميع الدول ويزيد التعارف والتقارب بين شعوب العالم وبين شباب العالم على ارض مصر كل سنة مدينة شرم الشيخ بتستضيف الدورة السامنة والاربعين لمسابقة ملكة جمال الكون بيتشارك في المسابقة اربعة وتمانين دولة من مختلف انحاء العالم بتقام فعاليات المسابقة دي يا جماعة في مدينة شرم الشيخ الجميلة الرائعة زي ما احنا شايفين في الصور كده دي صور فعلية للمشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون الاصد من الفيديو مش الكلام عن المتسابقات ولا على جمال المتسابقات ولكن الاصد كله والشيء الاساسي هو ان شرم الشيخ ومصر تحديدا اصبحت يلتقي فيها جميع شباب العالم من جميع الجنسيات ومن جميع الاعمار ومن جميع الاديان ويلتقي فيها كل الشباب من كل مكان في العالم المسابقة نفسها وهي مسابقة ملكة جمال الكون في شرم الشيخ هي من ابرز الدعاية للسياحة المصرية في شرم الشيخ الجميلة وطبعا ده بيتم يعني للترويج للسياحة عن طريق المتسابقات يعني ونشر الصور في المواقع التواصل الاجتماعي وايضا وايضا على صفحات المجلات السياحية والمجلات الاعلانية طبعا ده دعاية رائعة ل الجمال الطبيعي في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء المسابقة طبعا يعني هتكون بتستمر مدة اسبوعين وبيختاروا منها ملكة جمال الكون ووصيفتين يوم 20 ديسمبر 2019 في شرم الشيخ بتغطية اعلامية دولية بيعلو في هذه التغطية الاعلامية اسم مصر واسم مدينة شرم الشيخ تحديدا على نطاق واسع بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي بوجه خاص نرجع كده كمان مع حضراتكم لمنتدى شباب العالم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بافتتاح منتدى شباب العالم في 14 ديسمبر الى 17 ديسمبر المنتدى بيستمر من 14 ل 17 ديسمبر برعاية رئيس الجمهورية ورفع الشباب الحاضرين لمنتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ صور واعلام بلادهم بكل فخر بيتوافد المشاركون في منتدى شباب العالم للمؤتمر من كل بلاد العالم والمشاركين عبروا عن فرحتهم وبهجتهم الشديدة ده يعني رفعين اعلام بلادهم الى جوار عالم مصر في خلال فعاليات المنتدى اللي تم افتتاحه اليوم طبعا كل واحد من الشباب بيكون ليه فخر كبير جدا انه بيحضر مثل هذه اللقاءات وهذه التجمعات وخصوصا لما يكون في دولة بحجم جمهورية مصر العرب اللي انطلق منها المنتدى في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسلوا رسالة سلام وازدهار وتنمية الى العالم اجمع شهدت النسخة التانية من المنتدى في عام 2018 مشاركة اكتر من خمس الاف شاب من مختلف دول العالم طبعا المنتدى السنة 2019 هيناقش العديد من القضايا المحورية واتمنى لمصر دائما التوفيق في كل المتابعات